بكرة القمة الأهلي الزمالك كل عشاق المستدير ينتظروا هذه المباراة المهمة غدا بإذن الله تعالى قبل ما أتكلم لأنه هيكون عندنا جزء نتكلم فيه عن مباراة الغد هوريكوا صورة بس للتاريخ للتاريخ هوريكوا هذه الصورة كابتن خطيب، كابتن حسن شحاتة، كابتن فاروق جعفر قدام حضراتكم دي الصورة للتاريخ الخطيب يرتدي تشيرت نادي الزمالك حسن شحاتة يرتدي تشيرت نادي الآلي وفاروق جعفر يرتدي تشيرت نادي الآلي هي دي هي دي الروح وبالمناسبة هذه المباراة أقيمت في حب مصر وكانت سنة 87 كان على مصر عليها ديون خارجية 45 مليار دولار فالأهل والزمالك قرروا أنه عايزين نلعب مباراة لمصر وللخزانة العامة للدولة وإراداتها كلها تدخل الخزانة عايزين نساعد البلد الروح الرياضية جماعة الأندية اللي بتعرف يعني إيه بلد وقت لما كان فيه كرة وكان فيه روح رياضية بجد لعب الأهل والزمالك هذه المباراة الجمهور اللي كان مالي الاستاد فوجئ بالخطيب بالصورة اللي قدامكو دي خطيب تشيرت الزمالك وحسن شحاتي وفاروق جعفر السنائي ثلاثة من عظماء الكرة المصرية ثلاثة من عظماء الكرة المصرية من الجيل العظيم والتاريخي للأهل والزمالك أخلاقيات واحترام ومودة وحب يعني حاجة عظيمة نفس الأجيال اللي موجودة درواتي مشجعين أو لعيبة يبص على الصورة دي تشوفوا الصورة دي معناها ايه وأنا قررت أبدأ بهذه الصورة عشان الكل يعرف الأهل والزمالك يا جماعة ما فيش حاجة أسماها خناقات في الكرة يا جماعة ما فيش حاجة أسماها خناقات بين الجماهير فيش شجع فريقك زي ما انت عايز لكن المسألة ان احنا شجع زي ما انت عايز أهل شجع زي ما انت عايز زمالك محدش يقولك لا في الآخر في النهاية مباراة في كرة القدم وAHZ المباراة اللي كانوا قدامكم الصورة دي في حب مصر وأتمنى هذه المباراة والصورة لقدام حضراتكم تكون أيضاً رسالة للجميع رسالة الخامس سلاف واحد رحيني شجعها بكرة واللي هيكونوا في السادة السلام لأن المباراة غداً في السادة السلام ما فيش أي تغيير غداً الساعة الثمانية في السادة السلام ليه ما فيش تغيير؟ لأن المباراة دي بتاعت الأهلي الدور الأول كانت مباراة الزمالك وتلعبت في السادة القاهرة والرابطة الأندية واخدة موافقة من الدخلية على الجدول بالكامل وبالمناسبة جميع المباراة اللي وقيمت السنة دي كلها فيها جمهور ما فيش ماتش من غير جمهور الأهلي ليه 2500 والزمالك ليه 2500 تذكرتي ومنظومة تذكرتي أعلنت مباراة أنه خلاص الخمس سلاف تذكرت باعه ومنظومة ما حدش يقدر ياخد تذكرها زيادة ولا أقل خمسة لأنه عندهم الفان أيدي وبالتالي جمهور هو جمهور كرة القدم 2500 أهلي 2500 زمالك لا هيبقى هنا 2500 واحد ولا هنا 2500 واحد كل الجمهور متساوي زي ما كان في المباراة الأولى فغدا المباراة على السادة السلام السامنة مساء وإحنا هنكون مع حضراتكم بعد الماتش هنتفرج على الماتش ثم بعد المباراة هنكون مع حضراتكم لمدة الساعة من 10 ل11 إن شاء الله بإذن الله تعالى نتمنىها تاني أهم الماتش الروح الرياضية أهم الماتش الحب بين اللعيبة أهم الماتش الروح الرياضية بين الجمهور أتمنى الجميع يستوعب الصورة صورة الخطيب وحسن شحاته وفرو جعفر هو ده اللي أنا عايزة أشوفه بكرة هي ده الروح اللي احنا عايزين نشوفها بكرة في المدرجات وعلى يعني في الملعب الروح الرياضية واللي يفوس هنقوله مبروك فاز الأهلي هنقوله مبروك فاز الزمالك هنقوله مبروك وكفاية الأهم زي ما بقول كده الروح الرياضية لنا كلنا وفي الآخر الحب والاحترام هو الباقي وصورة للتاريخ لعشاق المستديرة الأهلي والزمالك وللرياضة عايزين مباراة بجد تليق رغم إنه الفرق مش في حالته للأهلي في حالته ولا الزمالك في حالته طبعا تأثير المنتخب والمطشين اللي فاتوا كوريا أو إسيوبيا أسروا على الجميع ولكن نتمنىها غدا مباراة يعني تليق به القمة بجد واللي هي أهم ديربي بيكون في القارة الإفريقية وفي المنطقة العربية الأهلي والزمالك موسيقى